مرحبا بيك 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 إذن لم يكن فلاجة جبل ثم فلاجة كافي شنطات ثم فلاجة دور ثقاف ثم فلاجة ماندو بيدي يعني هو عرض أشمل مفلاجة واحد أي هو العرض في الحقيقة في مدونتي كان أشمل مفلاجة واحد ولكن تقريبا لم يخرج عن الفكرة الأولى نهيك أنه المنطلق لول كان شيء من القول الثوري هو نصر الدين اختار أن نكون أنا مفتتاح العرض طبعا هو ذا اختيار وهو صاحب العرض وصاحب الإخراج حتى الصورة التي شفتها هي من النجاز نصر الدين الشبلي لغياب مخرج ده ربما في العرض القادمة يكون عندنا مخرج إن شاء الله يعني اليوم الاستقلال رو مش كان بالفلاجة وبالسلاح رو حتى بالفن اليوم لطفيا اللهي أنا سأقبل كل شيء الحقيقي والعمل لهذا بصدق أنا مرة في معناه حديث مع الفاضل الجزيلي معناه في حديث خاص حكاية على مسئلة النوبة والحضرة معناه سباب من أسباب التحول متاعه يعني من الخدمة على الذاكرة يلخذ مع الموسيقى الشعبية بمعناها أعطاني إجابة أحلوة برشا أنه الموسيقى الشعبية بعد ما حاول معناه الفترة معناه جرب بلتو فترة معيدة تويلة نسبيا في مسئلة الذاكرة حاول يبحث في الموسيقى الشعبية علش لأنه بالنسبة ليه وهذا صحيح وهذا معناه يحكي لي أنه قراء نصف البلتون أفلتون قراء نصف لأفلتون علش يلغى أنه الإقاع والنبرة والموسيقى عند الشعوب غاديك هو الأصل يعني غادي يتبنى المخيال الأول متاع الشعوب ومن هناك كان منعرج متاع فاضل الجزيري ومشاه في خط أنه يحاول يبحث في الأصالة متاع يعني في هوية شعب ما ولا أمه ما من خلال الموسيقى الشعبية متاع طبعاً هو أي نص يكون أنا العملية دون سمحني دون سمحني حاجة بركة خاتل حاجة خاعدة في خلبي بشخول هلك قول إيه هي نسم فلاقة فلاقة من عشق أنت من الجنوب طبعاً من الجنوب من الحياة اللي كنت تحكي عليها والحياة وأهل الجنوب الكل يعني الفلاقة معناه مصطلح والتسمية ما هيش محبظة جداً يعني عنا في التاريخ بتاعنا في تاريخ يعني المقاومين يعني ناس اللي حاربت للصعبات كي حبدوا أكثر المقاومين وإلا المجاهدين الفلاقة بالنسبة لهم سوزيستيمي يعني يعني تاكي معناه بيجوراتيف أي بيجوراتيف يعني حبدت بانكوفيجيات بانكوفيجيات والماي لنأخذ بشو تخلو في دباع معناه معي أخذتر مش ندخلو في ديفاريانس ريجيونال تمحني في جنوب يخدك فلاق ولد فلاق وقال فلاق بما يسميهم يسميهم فلاق بيدهم في حدتهم ميحبوش الكلمة صحيح البداية اللهجية تختلف من مكان لا لا مش مسلجيات أما لاحبش نجاوزوها شوي هي تخلقت في سياق معين تولدت مصطلح هذا فلاق في مرحلة معينة حتى مسألة كتاب التاريخ لأنه أيضا التاريخ نخلو من مصطلحات تاريخية أيضا مسألة كتاب التاريخ وتوجيهها إلى مصطلح من مصطلحات طبعا هي منظومة الفلاجة كانت لو من ما غير بعيد أصلا وحتى ربما يلتوا تقلق بعض ناس أيضا مصطلح فلاج ينجم يزعزع عرش السلطة فحين أنه أيضا حتى تدخلي ما كانش ما كانش معناه مهادم برسا ولا ما كانش توافقي برسا تدخلي كان بالأساس يحكي على فكرة تأميم ثروات الجنوب على الأقل ثروات بنجربان أنا حكيت على ملح الأعذبات هذا في رأيي في تقديري بشكل من أشكال نظال ربما ربما نكون هنا فلاك والبس دير البس الفلاقة البس الحولي والبس محزم كرتوش الكرتوش فارغ معنا المناسبة كرتوش فارغ فاشل رؤك شعريا بس محزم كرتوش والبس الحولي اللي هو البس البس الفرسان عندنا في الجنوب وقريت نص في تقديري على بنجردان على الوضع على ما تعانيه بنجردان من تهميش كذا كنت حبت أنا حبيت شنو علاقة اليوم أو كيفاش اليوم ساهم الشعر عبر العرضة ذايا عبر الفلاقة الشعر وخاصة الفن في أنه ما نسوش الموسيقى زادة والفن أي هذا هو الموسيقى والفن والشعر في عرض الفلاقة كيفاش اليوم ظهرتوه أنه وجه من مجوه النضال في تونس كما فلاقة السلاح أي السعب أول شي أنه أنه تحط الشعر وليف يعني تحط الموضوع في للناس أنه تمس مجموعة من الشراح لأنه يجيك شاي بكبير يعرف الفلاقة يعني ينجم حتى المصطلح ينجم كما كانتو يناقضك فيه في حنا أنه يجيك شاب صغير ولا تجيك ابنية صغيرة ولا غيره ما يعرفش أصلا مصطلح فلاقة سعيفتح على باب كبير من البحث شكول الفلاقة إحنا في وظفنا كانت أسماء الفلاقة تمشي في 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 الغرافيك يعني يعني أيضا من خلال أسماء يعني ذكرنا بالأسماء في الفلاغاني نه رون دروماج أبطال بالأساس الأبطال عمل البحث كان سهل ضو الحداد اليوم عمل البحث على الشعراء والموسيقيين اللي خدموا في الفترة ذيكا على النظال بالكتيبة والنظال بالفن كان سهل لم يكن السهل نصر دين شبل وهذا مشروع حياته وعليش عملنا فلاقة ثنين طبعا أنا جاي نحكي اليوم ببسط نصر فلاقة ثنين فلاقة بسفة عامة ومشروع حيات بدأ بفلاقة واحد كان نجمع يعمل أي عرض آخر والأفكار ملقاتهم على قراءة الطريق في حين أنه حاب يواسط الفلاقة ثنين وعمل عملية مزج بين مدونة الفلاقة والمدونة الفنية سواء كما قلنا بالغناء وبرقص سوف نذكر المغنين اليوم محمد العادي ورشيد الماجري ومحمود الحبيب هم ثلاثة مغنين اللي في العرض يعني كانوا فيه جلابة فمشكون منهم مشارك في عرض الجلابة لا والجلابة والجلابة هو عرض الرشدي بالجاس عرض رقص بالأساس فمزجنا حاولنا نمزه ونلمه ونجمعه بين الشتاء والتناقضات أحيانا لأنه في الموسيقى التونسية تم مجموعة من وأنا منيش منيش صاحب اختصاص لكن تجوزا نحكي يبدو أنك متواضع برش لا من الصاحب اختصاص متجوزا عادة أن البندير مربوط عادة أن بالوساط البلدية شوي وبالمزو يعني البندير في العزف مربوط أصلا في الينك حتى في السياسة مربوط بمصطلحات بالمزود في الطابلة الطابلة مربوطة بالذكرى ومربوطة بجهات ماء القصبة أيضا مربوطة بالطابلة وبجهات ماء وبطريقة في العزف وبدي ريتم هضم الكل مزجهم يعني أن تشوف مثلا أنا عالشتنا السعداوي اللي هو ريتم عالشتنا في الشمال الغربي يتعزف بالذكرى في حين أنه في العادة مثلا مشهور برشا أو الغربي الباجي أو غيره فالفيزيون هذه بين الألات وبين ما كانتش الناس متعودة أنه أنه تخدم عليه معناها أنه مثلا في العادة ما شفناش قبل طابلة يعني على الأقل في العرض الصغيرة أم في العرض كبيرة كما النوبة كان موجودة معناها الاجتهادات هذه موجودة والفيزيون والفيزيون بالغربي معناها بالأساس ونقتصار قاد على التراث الموسيقي في الجنوب لا لا بالعقس بصفة عامة العرض ليس جنوبي هو العرض يعني بين كل جهيات العرض كل من الحق من الجنوب غبنتم موجودين أي غبنتم موجودين موجودة 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 الفيتوريت ليش موجودة موجودة قصيدة لحمد البرغوثي موجودة قصيدة تقريبا لحمد ملاك واحد من شعراء الساحل موجودة الطبال الجيربي الكبير موجودة عرض خذاء حظه في الخارج في ألمانيا في فرنسا في تونس لماذا لا يستطيع حظه رغم أنه عرض حصل على الجيزة في القدرة لا فلقى واحد خذاء حظه لا لحكي على اثنين اثنين هذه العرض ما قبل الأول إن شاء الله بقودت ربي يحذر معنا العرض بشكل إداري وبشكل يعني في وزارة الثقافة لأنه مدعوم من وزارة الثقافة يكون العرض إن شاء الله موجود لناس كل وللمهرجانات في شتى الحاجة جمهورية ولا أصدقاء وقتش معروف إن شاء الله وقتش تكون معرض لفلاجة مازال مش معروف أريثة ما تجهز يعني البرمجات ورزنامات ورزنامات المارجانات في البلاد أنا حبيد تسمحكم في فقرة زيدا كيف من الفلاجة ولا من أي نص شاعر يختاروا وإنتي هكا نوفيو بيه لحسنا ماذا بش نحكو بش نحكو على الفلاجة نكملوا نكملوا في الفلاجة هو النص لي خريطا في الفلاجة يقول شاهي شهوة ومش شهوتي في عشاية ومش شهوتي بالذات هي شهوتي وشهوة الناس معايا أنا شهوتي شهوات شهوة عشاية في حشاية يبات وان بات هاني وعادي الصدقة تزوز على البراني إذا ش بعمل البيت واني شهوتي نشوف شهوتي بعياني قبل موت ياريت وشاهي يعود ضمارنا وتطفى لهاي بنارنا وننسو غصاي سهمنا بالنكتة لسول عذبات خزوات يا خزوات هزوه منا ملحنا بالنكتة مصوه لعذبات أرجوك وتزال معاد ما مزال هزيه ملح الأرض مصيه ملح الضحكة ومدام هذا الحال دوسيه حتى العرض ومصيه حتى دمنا أرجوك خلي همنا تهزيش حتى همنا ونبقو بلا شي هم ولو كان فيه رجال اللي مشي بالدم يرجع اللي بالدم وغير سمع ويرجال ما قال لي مروان كان شهوتك شهوة على مثلان غير اشتهي ما تحدها شهواتك وكان شهوتك شهوت ولد جعان غير اشتهي يضو لك تنتصب من تو صفرة على ما تشتهي وكان تشتهي هيعود خزوات لعذبات مضمض من البيبان ما هناك سيدي قود مدام كنت يزال متربع على العرش وما لي الحق رقود ما عاد ما مازال شهي الشهاوي اخرى الله لتنشوير عظيم شبح تقبول عظيم عظيم هذا القصر اللي في وسط بنجردان اللي هو الم كبير انه القصور في بنجردان هدمت فروحت انا مروح من المروحات نلقى قصر عظيم وقد رقته صامدا قد هدي ما نشبيان هو الاخر فنقول شهي الشهاوي اخرى الله لتنشوير عظيم شبح تقبول عظيم معانا عشرة عظيم خلاص وحول في أول ما تشوف كان الغصر وفي الأخرى نلقاك شيخ طوله يا قصر هولي هول جدودي يا قصر هولي هولي يا قصر من هدك لزم يقوله كان لازمة يشاور أصحاب الخبرة زي تحياتها حول بعد الحول مدام ما استخلصش منها العبرة الله يجعلها طول الحياة ما نعوله لا يدفن الله جايمة مع الأخرى شاهي شاهي تحن جيوشنا المنقص الهديمة علينا تحن وما حنها وما بنها ليلتقت لك بالحن والقتل هو وفنها ونفوسنا يا عم يركب عليها جنها قيمة تشوف الدم يا جن أنهض قوم واش بيك عندك مدة راقد خذاك النوم وتحسب الشهور العدة ولا عطوك السوم وبعت الوطن وحده يا جن جاك اليوم صاعين فيه ترده يا جن أنهض قوم يا جن يا دمدوم يا خيار ظن وتجده جدك غلب الروم وحتى الزمن ما قده يا جن أنهض قوم خلي النهار يشوم على وجوه ما تتنده يا جن أنهض ثور جي الوقت باش تغور دم خيرنا فيه التريسة عوم وانت كمطر ثور في لقم تكت الجدة وشاهي شاهي تغيب عروشنا وننسو نهار القابنا وبالحب نبن حوشنا يزيه طال خرابنا العروش كل كرطوش تبعد علينا حبابنا تكبر علينا نفوسنا وتقسم ظمايرنا قبل منابنا ومنابنا من الخلف كان عذابنا وكان الوجع والتفرقة والباس حسرا يا حسرات في القصر كانت زاهية اللي مات وكان جمعنا لباس والباس كان يخف بناتنا كعم ككان نفس الصف لا تحير لا تهتموا غير يسمعوا يا ناس نهزوش بعد الموت منها ترابنا نهزوه الزيتون وذهب والباس نهزوا معانا في آلنا في كتابنا كان خير لك نعم وكان شر في الدنيا يزيدك غم وفي الآخرة تندس على الله يرجع شملنا يلتم وإن شاء الله كل الأيام مع رأس هذه فيها من السياسي برشا اي اقتصادي وسياسي كتزال تكساحة سيدابك والكرشي ومحاربة العروشية هون يفهمها دي مساج يعني ضد العروشية واللمة والمصالحة يعني ملمة جميلة جدا يعني تكسر لا رائع بالنسبة لي رائع ملح ما بديت بخطاب ثوري كبير برشا خوفني شوية وانتهت بالحب طبعا طبعا الموم اللي هي حلوة دائما الفني واسل الثورة والحب دائما رائع أكيد هلأ نحب خليك كلمة الختاب لكنت يضع الحديد زدت بتاحية الفريق اللي معاك في فلاجة طبعا نحيي كل الفريق فلاجة من رجسور حتى النصر دين شبلي صاحب العرض ومخرجه وموظبه موسيقيا من جميع الرجل اللي يشتغل بشكل تقريبا فردي على كل أنا معاها ومعاها رجال وهنا معاها جهز كوبو إن شاء الله بخود تربي تشوفوا إن شاء الله فلاجة بشكل أجهز لأنه أنا عندي أغاني إن شاء الله في عرض فلاجة بشتغنى في المستقبل عند كنتيش خاص ما زالوا ما جهزوش إن شاء الله إذن ندعو الناس كل لأنه وين يشوفوا يعني بندرول مكتوب عليها فلاجة ثنين يجوا بعدد وافرة مش بش يندموا وكيندموا تورجالهم من الفلوس شكرا لك مرحبا بيه مرحبا بيه وين ما نمشو لأي جهة إذا كان عندي أي صديق من إبلاصة لا يتورع في أنه يتكلمني ونستدعي مش نوفيه بالشاعر زيدي كيف كيف خلي نشكر مريم زي دعتيك الصحة مريم أنسخات حبيلين نقرأ قصيد ما عالش ليه مرحبا دي عندي حتى دا بيت رو هاي عندي بيت في شعر الشعبي قال اللوح للمسمارة خف عني دقيته حتى دخلت في وسط حشايا قال المسمارة مش مني بالمطقق بالمطرجة اللي تدق ورعي عديت عمري في الكفوف نحني ونسيت كفي أبيض ما حنيت وهذا الذي بكني هذي هي الشعر الراحل صلاح الدين سيسي والله يا رحم هتكسحه الله في بنتك أنت حدينا شكرا لك هتكسحه لك المجال مسؤولة على سيد الشعر المثقافي في الجريدة الشعر المغربي اللي نحيوها نوفيه معاك ضو الحداد بأي قصيدة تختار هنتي ونعش نتوحشتك يمنا الله يعني مشينا فيلي بيك برش خلنكمله فيلي بيك بيش نوفيه بيها بش نشكر ساعة كل المشاهدين نتلقى وإن شاء الله نهار تلتين بعد شوية تلقى أبو بكر بنعكي شافي من تونس وكامل الفريق اللي كانت الكلمة بش نوفيه بها بش رجعكم لثكنة جلال اللي بدأ بها سير أوف أول عروض وإحنا بش نكملوا بها الحلقة في فجر ما شفنا مثيلة فجر في فجر ما شفنا مثيلة فجر طبعا هذا أيضا فلاقر اللي إخراج الفجر اللي نحيوه بالذمة يعني ونتملولة الشفاء ذلك البطل الذي خرجه يوم فجر سبع مارس في فجر ما شفنا مثيلة فجر صلى صلاة الفجر ساري سبق الصبح وجت مشيتة بالربح وجاب من طراب جدودنا بركة ولي في شاشة ومنكسك سي بارود نجاي بعمارة جاشة شفتوش مرة جاش غلب على رشاش وقالوا قتل إحداش وهناك منه تبعة وقال ما قتل كان ربعا يبداش جات الواحد يكونش قتلش نص ما تهمني الأرقام اللي يهمني غلب على الظلام منينا سبق الصبح اللي بطلطة ضو الخيانة قص ويمت زهر على الكل بات الحس اللي بطلطة كمر صناعة الصبح في فجر ما شفنا مثيلة فجر صلى صلاة الفجر ساري ساري سبق الصبح نعندنا كل الكساوي تكون بالطبال ويكون أصغر فارس الكل الكساوي حارس وتبدأ الصبايا زاهية بحفال اللي من حياهم يرقصوا بالشال وعريسها راجل راجل سليل الرجال تكون الكساوي حامية فاخر قواي الحارة تكون الكساوي حامية فاخر قواي الحارة اللي كسوتك يا صارة كانت عجب الليل وانت مارة العفو وانت ساعية ما بين صفاك ومروتك نزح الظلامة بسروتك وطل الصباح بضحكتك ومنين شاف وضحكتك خفت تصوات الناع يا وعليت عليت عليت غناوي الوطن قبل البطن وبلادي قبل ولادي ومبروكسيدك يا عزيزي نادي راهي الشهادة